ويمكن فكرة تحديد الإنفاق المالي بقدر معين ده كنا شفناه قبل كده في انتخابات رئاسة سابقة يعني قيل في وقت من الأوقات أن كل مرشح لا ينفق أكتر من كده في الجولة الأولى أو حتى جولة الإعادة هل أنا عندي هذه المحددات يقصد علي في انتخابات النواب أو حتى انتخابات الشيوخ؟ بالفعل فاندي مطلق لا مفتوضة ومنصوص عليها في القانون منصوص عليها القانون فيها يتعلق بالانتخابات الرئاسية وأيضا فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب وبالتالي حتى أنها في القانون بتشكل جنحة يعني لو حصلت شكوى ضد حد بيتم التحقيق فيها وبتمثل جنحة يعني وبيعاقب عليها القانون وفلسفتها قشية أن يكون هناك تأثير لهذا المال على العملية الانتخابية حينما يتم الانفاق ببزخ على مسائل الدعاية ممكن أن تؤثر على وجدان المرشح لما يخش المرشح الناخب تأثر على الناخب لما يجي الناخب ماشي في الشارع ويلاقي نفسه محاط بيسيل مهول من السرادقات المتعلقة عليها اللافتات الخاصة بمرشح بعينه وأن صوره بشكل مبالغ فيه بتوجه في كل مكان ده أمر أيضا بكل تأثير السركولوجي على الناخب هو داخل اللي ينتخب ويؤثر عليه ولا يعطي له الفرصة الحقيقية للتروي وللبحث عن من يصلح لهذا المقعد الانتخابي بهدوء وروية دون هذا الفزع من جانب الدعاية الانتخابية بشكل مبالغ فيه لكن دي بالفعل في القانون بتمثل جنحة لكن زي حرك ما قلت وأشار للأستاذ عماد أن فيه ناس بتتحايل عشان يقولك ده مشانا اللي عامل اللي يفتد عامل هالي فلان الفلاني أو عامل هالي جاري فلان أو صديقي فلان لكن لا القانون بيهدف إلى أن سقف الدعاية الانتخابية يشمل ما يقوم به المرشح من دعاية والمرشح بيفتح حساب ليه في البنك وبينفق منه وبيقدم فواتيره بيقول أنا أنفقت هذا هذه المبالغ بشيش تجري أيضا عاملية الانفاق على الدعاية بشفافية تم ياخد طبيعة ألف جنيه للمرشح الفردي اللي هو الحد الأخصى للانفاق ليه ده من خلالي الحساب البنكي زي ما تفضل اللي هو القانون بتاع الانتخابات بيقول ده وفي القوائم متدرجة من القايمة اللي فيها اتنين واربعين غير القايمة اللي فيها مية أظن في حاجة تمانية مليون وحاجة اتناشر مليون وبتقل في مرحلة الاعادة بيقل الحجم من العدد المرشحين بيقل يكون أقل صحيح طيب قولي أستوز علي يمكن ناس كانت في المرحلة الأولى معرفون تتكلم على الكورونا دلوقتي حالة الطاقس لحد ما ما سيطر على فكرة الناس أنها تروح ولا لا خاصة أن كان في عدد من المحافظات شهدت موجة من الطاقس السهل الحمد لله الأمور دلوقتي كويسة معقولة فهل هناك ما يمنع الناخب أنه هو ينزل يقول لي بقى صوته أولا هذه الجولة هي جولة الحسم اللي هتحدد بالفعل في الدوائر التي تجري فيها من سيجلس على مقعد البرلمان لكن أحد المحاذير أنك بتلاقي كان بيتنافس 15 أو 30 شخص في الدائرة أو أكتر أو أقل النهاردة بقوا أربعة أو ستة أو اتنين يعني العدد أصبح محددا فهناك خشية من أن بعض القرى اللي كان لها مرشح وصير تقول لك أنا مش هروح إحنا بنقول له لازم تروح لأنه ده واجب عليك أنك لازم تؤديه تجاه هذا الوطن وده حق لك كفى لك الدستور والقانون إذا كان الأستاذ اللي أنت بتأيده أو الحجنا اللي أنت بتأيده رصب في الانتخابات لكن هناك مجموعة أخرى بتتنافس أنت اختار الأفضل منهم ولازم تروح وتأدي واجبك الانتخابي وتشارك في العملية الانتخابية طبعا موضوع كورونا في الحقيقة بالفعل ليس له أي تأثير لسبب بسيط أنه طبعا فيه نظام دقيق محكم وفيه أبطالنا أبطال القوات المسلحة والشرطة موجودين بينظموا الأمر أمام مقار اللجان الانتخابية والناس بتخش وفيه تباعد وفيه كيمامات بيستلمها اللي داخل يدلب سطف الانتخابات وفيه مواد تعقيم يعني كورونا وفيش أي حد يقدر يقول أنا مش عايز أروح عشان كورونا فإذا ما فيش أي سبب يخلي حد من كالحركة بتقول التقس فيما يتعلق بالتقس أنا شايف الحمد لله التقس النهاردة أفضل بدون شك لكن دنيا ضبطت الحمد لله أصلا بالزبط معمول خيم أمام كثير من اللجان عشان لو في حالة حصل مطر تقدر أنك أنت تقف تحت الخيمة وتخش أيضا تضلي بوجبك الانتخابي وتخرج بسرعة بقول الانتخابات بتجري في نظام تام حيدة تامة كما رأينا جميعا من سائر مؤسسات الدولة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بدون استثناء احترام متبادل بين المرشحين بعضهم البعض لابد أن نعترف بهذا الأمر ومظهر حضاري جدا تلاشت عن حياتنا السياسية والحمد لله مسألة السنج والجنازير والمطاوي الظواهر المؤسفة اللي كانت بتقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات السابقة وكانت تدعي كذبا أنهم شؤداء وأنهم ضحايا هذه الأمور لكن سبت سبوت اليقين إن غيبة الإخوان عن الانتخابات جماعة الإخوان الإرهابية ده بالفعل أدى لتلاشي الظواهر الإجرامية واستخدام الأسلحة البيضاء وغير البيضاء وغير البيضاء المترجم للقناة